الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها وانتهاكاتها في الحديدة على مدى تسعة أشهر منذ بدء اتفاق إطلاق النهر القوات الحكومية تستعيد مناطق جديدة في باقم صعدة وتفشل هجوما حوثيا في رازح قصف يستهدف مواقع الميليشيات في حرط بحجة وأسرى يكشفون بعضا من الجرائم الحوثية نشرة الثامنة والنصف من السيديوهات قناة اليمن اليوم أهلا بكم وقف إطلاق النار في الحديدة الذي خرج به اتفاق السويد قبل نحو تسعة أشهر أصبته الميليشيات في مقتل منذ اليوم الأول لسريانه والتي لم تكتفي بالخروقات فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من استهداف وتصعيد وتحشيد في وقت لا يزال المجتمع الدولي الذي أوقف معركة الحديدة ينظر إلى الاتفاق باعتباره يشكل مدخل للسلام في المدينة بعد أيام قلائل يكمل اتفاق وقف إطلاق النار شهره التاسع اتفاق خرقت في الميليشيات الحوثية منذ الساعة الأولى لسريانه في الثامن عشر من ديسمبر الماضي قصفا وتحشيدا وتصعيدا نحو تسعة أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق ستوكولم التي خرقته الميليشيات الحوثية منذ الساعات الأولى ولم تتوقف عن تصعيدها اليومي وخروقاتها للهدنة الأممية في مسعى منها لعرقلة جهود إحلال السلام مستهدفة مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بكل أنواح الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي كان آخرها ما قامت به الميليشيات الحوثية من قصف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والمتوسطة لقرى ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي مخلفة المزيد من الأضرار في منازلهم ومنتلكاتهم مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبالية التابعة لمديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة تعرضت للقصف الحوثي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة علاوة على حشد الميليشيات لمجاميع من مسلحها متججين بمختلف أنواع الأسلحة والتفع بهم نحو منطقة الجبالية وواصلت أيضا جيوب الميليشيات الحوثية استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة ومعدلات البيكا حيث أيضا كانت في مرمى استهداف ميليشيات الحوثي حيث شنت الميليشيات قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع القوات المشتركة جمال المديرية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قصف متواصل على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في إطار توسيع الميليشيات عمليات الاستهداف والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى في ظل موقف أممي متماهي مع الميليشيات الحوثية ما شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ولا تزال مستمرة في سفك الدماء في الحديدة الحاج محسن الروسي بدأ مشواره النضالي في الستينات القرن الماضي ضد نظام الإمامة البائد وها هو اليوم يختتم مشواره النضالي بالانخراط في صهوف المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بهدف الحفاظ على النظام الجمهوري من الإمامهين الجدد تحيات الجمهورية اليمنية وعيش طارق إن شاء الله على هذه الأرض ما يستحق الحياة والتضحية ضد ميليشيات الحوثية فهذا المناضل السبعيني الذي شب على خوض العديد من الملاحم البطولية ضد سلطة الإمامة البائدة خلال ستينيات القرن الماضي أبا إلا أن يختتم مشواره النضالي بما شب عليه مدافعا ومنافعا عن مبادئ الثورة السبتمبرية والنظام الجمهوري حاربت في سعطة، حاربت في شرمات، حاربت في الجو، حاربت آخر مسلاة في السبعينات آخر شيء، ستلح قنابت حمدتين للقناوس لهانا، لحلنا به قناوس لا وين للقناوس الحديدة؟ القناوس الحديدة، بلت حمدتين، أيوة، لأن حدقت شرهناهم وقدت بعثوا وقدتتوا لنا الصورة أحارب زي الشباب وأحسن من الشباب والغداء بهذا السن، حد حد يستطيع أفعله، يستطيع أفعله ولا أدى السن أبدا، كنت تجتوى الحياة سهلات إلى حال كما ما أبدو، وحيد خارج هو قيم الثورة والجمهورية التي ورست في وجدان هذا المسن منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر جعلته يلبي نداء الواجب والانخراط في صفوف ألوية المقاومة الوطنية حراس الجمهورية منذ اللحظات الأولى لتشكيلها في الساحل الغربي قبل نحو عام ونصف العام لم يعد لدى هذا المناضل ما يخسره كغيره من المنضوين تحت تشكيلات القوات المشركة خصوصا في ظل الوضع المأساوي الذي قاساه المواطنون منذ فوضى العام 2011 والتي أحالت الوضع المعيشي والاقتصادي في الوطن إلى جحيم لا يطاق بعد فترة الرخاوة الاستقرار خلال ثلاثة عقود من حكم رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح هذا الجودي وصلنا را ما نعرفه حياتنا نجد مع علي عبدالله مرحوم علي عبدالله صالح كل شيء موجود عشنا فيه رخاء والرواتب وكل شيء نخيص وكل شيء نعمة برابس الخيصة برابس الخيصة كل شيء حالي ومعاش كل شيء دلتحك في رمضانك أنت من معاشا في رمضانك أنت من معاشا ثلاثة أيام من؟ علي عبدالله صالح أو في الوقت الحكم ما نحو دي ما نجمع بالتنجي أنا ما نعبد بالتنجي الطبقية المقيتة التي كرستها الإمامة في العصور الماضية والتي تنسج الحوثية على منوالها من خلال فرض المزيد من المغارم والإتاوات على المواطنين بحجج نصرة آل بيت رسول الله زورا وبهتانا وهو ما خبره هذا المسن في عهد الإمامة البائدة وأباء إلا الخروج على الإماميين الجدد قد تشيخ الأجساد لكن الروح الوطنية لهذا المناضل السبعيني لم تهرم فبعزيمة الأبطال وهمة المحاربين يواصل الكفاح ضد كهنوت الإماميين الجدد على درب النضال لمبادئ الثورة السبتمبرية والنظام الجمهوري يعاني أبناء الساحل الغربي النازحون هربا من قذائف وألغام الميليشيات الحوثية الأمرين في مخيم الشوكاني إلى أن وصل الحال بهم إلى الإحجام عن التصريح لوسائل الإعلام بعد أن باتوا عرضة للمتاجرة بمعاناتهم من قبل المنظمات الإنسانية باسم هذه الخيام تتسول المنظمات الدولية مليارات الدولارات تتسول تحت بند رعايتهم ومحاولة إحلالهم في مناطق نزوح لا تقل أهمية عن منازلهم هنا الريح وهنا الحر وهنا معاناة تحكيها أكثر من خمسمائة أسرة تركت الموت في الحديدة وفضلت الحياة ولو بمكابدة المعاناة في محافظة لعج اللوحة تشير إلى أن هذه المخيمات ملجأ للمهجرين قصرا من الساحل الغربي الذين تقطعت بهم السبل حمل هذا المخيم اسم الشوكاني أسوة بمؤسسة خيرية في لعج التوافد ما يزال مستمرا إليه وطول أمد الحرب وقل الدعم جعل منهم وجمعا للكوارث الإنسانية أقول لك عاناتنا هنا نازح لها ثمانية شهور ولحد الآن لاحصنا الماء اليوم نحن مقطوعين المخيم كامل النشاء والأبطال يجيبون الماء يجيبوه من برغة ولا غذاء ولا أي حاجة التفت بالنازحين هنا الشعار المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصبح هذا الشعار عبارة عن خيمة تفتقر لكافة سبل الحياة إلا ما قام النازحون بالدخاره لأنفسهم الحال الصحي يزاد سوءا يوما بعد آخر والنازحون هنا عرضة للأمراض أما المستقبل الأفضل التي وعدت به المفوضية السامية فلا وجود له إلا على جدران مواقعها الإلكترونية بنت ذي مريضة وتشتيلي عملية ودائما يوعدوني مشتشفى ابن خلدوم أكثر من عشر مرات أروح له هناك ولا يعملوا لي حاجة يقولوا لي ما فيش ذي العمليات وبعدا وعدوني مشتشفى خير الأنابيب رحت ولا عملوا لي شيء بعدا لحالي رحت سويت له ذا الملف ليس في هذا المخيم من قد يسجل معك قصة إنسانية مكتملة تعرض التفاصيل المعاناة فهناك تحفظ من الإدلاء بالتصاريح الإنسانية للقنوات كما أن جزءا كبيرا من القاطنين في مخيم الشوكاني قد ملوا التصريحات للقنوات الإعلامية بعدما باتوا عبارة عن مادة فيلمية يتعاطف معها المشاهدون بصورة مؤقتة فأصواتهم لا تسمع والمنظمات الرائية لحقوق الإنسان والمختصة بشؤون اللاجهين والمهجرين قصرا مشغولة بتخفيض ورفع الميزانية وإعداد الفوتير التي لا تصل إلى مثل هذه الشريحة المظلومة استشد أحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي في العاصمة صنع جراء التعذيب مصادر ذكرت أن عبدالله حسن العمار الذي اخطفته الميليشيات من مدينة حيس في العشرين من أغسطس العام الفين وسبعة عشر توفي جراء التعذيب بعد ثلاثة عوام من الاعتقال وكان العمار يعمل رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية والتعليم في مديرية حيس ميدانيا في صعدة تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع وتباب عدة شرقي قرية آل مزهر في مديرية باقم عقب محاولة عناصب ميليشيات الحوثي التسلل من تلك التباب لمواقعها كما تكبرت الميليشيات قتلى وجرحى وتم تدمير آليات تابعة لها تغيب المشاهد القتالية في مديرة باقم تارة وتعود للصدارة تارة أخرى ما شهدوا اليوم أيقظت ما كان متخفي من تحركات للحوثيين على أطراف مركز مديرة باقم بعد استيادا دقيق خلال الشهر الماضي من مقاتلات الجو المدفعية لعناصرهم كانت قد استهدفت بعدة ضربات تعزيزات وتجمعات وكذلك قيادات ميدانية في وسط المركز وأطرافه بعد استضلاعا دقيق عن مواقع سيتم شن عملية عسكرية فيها نفذ أبطال المحور هجوما عني فوصفه بالمباغت في شرق المدرية احتدمت المعارك بين الطرفين بأنواع الأسلحة القتالية لكن صمود العناصر الإرهابية لم يكن طويلا انهار مقاتلهم سريعا وصلت تقدم الأبطال إلى مجموعة تباب قريبة من قرية مزهر باتجاه مركز باقم نحن من أفراد اللواء 102 محور آزال نعلن تقدمات كبيرة في باقم وإن شاء الله نواصل تحرير مديرية سعدة وباقة مديرية محافظة سعدة وإن شاء الله ندخل إلى صنعات في تطورات هذه المعارك التي أعلن الجيش سيطرته على هذه التباب لا تختلف النتائج فيها عن كل مرة إلا في عدد القتل والخسائر العسكرية للميليشيات الإمامية حيث لقيت عشرات القثث مصرعها في مواقع المواجهة مع جرح آخرين فيما أغطنم أفراد المحور كمية من الأسلحة المختلفة تركتها عناصرهم بعدما لذت بالفرار سيطرت القوات الحكومية على نحو 85% من مساحة المدرية يسهل من استكمال تحرير ما تبقى من الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الميليشية على نحو أكبر لا سيما وأن هذه الأجزاء تحت السيطرة النارية لأبطال الجيش فعلى صعيد المعارك في باقم وكتاف لا تزال الجبهة الأخرى بسعدة تشهد توقفا نسبي لمعاركها من محافظة سعدة عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم وفي مديرية رازح سقطت عناصر حوثية بين صريع وجريح في مواجهات مع القوات الحكومية التي أحضرت هجوما للميليشيات مصدر عسكري أكد أن الميليشيات شنت هجوما على القوات الحكومية في اتباب السود والقفير في منطقة الشرط في جبل الأزهور الاستراتيجي في محاولة يائسة لاستعادة المناطق التي خسرتها لكن القوات الحكومية تصدت لها وأجبرتها على التراجع وفي السياق ذاته شنت القوات الحكومية قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات لميليشية الحوثي في مديرية حرط شمالي محافظة حجة مصادر عسكرية ذكرت أن القوات الحكومية استهدفت تجمعات وآليات قتالية لميليشيات الحوثي في مديرية حرط وأسفر القصف عن مصر وجرح عدد من عناصر ميليشيات وتدمير آلية وتقنين هذا وكشف عدد من الأسرى الذين وقعوا في قبضة القوات الحكومية أثناء المعارك الدائرة في مدينة حرط شمال محافظة حجة بعضا من جرائم ميليشيات الحوثي خصوصا تجنيد الأطفال وتفخيخ البيوت والمدارس يعني عارفيني أني رحت أدرس مع أنصار يعني مع الحوثي ذي مركز صيفي ورجع روح أكمل دراسة مراعي لي روح أكمل دراسة يحيى أحد مخرجات ما يسميها الحوثي بالمراكز الصيفية انتهى به المضاف أسيرا في حرض شمال الشمال هكذا يروي طالب الأمس وأسير اليوم قصة انتزاعه من مراكز التحريض الطائفية الحوثية إلى جبهة الموت وقصته ليست إلا واحدة من عشرات القصص المشابهة بعدما حول الحوثي مراكز الإجازة الصيفية إلى معسكرات تجنيد وغرس ثقافة الموت والكراهية بل إنها باتت دورات عسكرية ينتهي بالملتحق بها قتيلا أو أسيرا كل أسير من هؤلاء يكشف جرائم الحوثي وكيف لغمت الميليشيات القرى والمدارس وممرات الطرق الرابطة بين القرى والعزل وتحذير الميليشيات الموالين لها بعدم العبور من هذه الطرقات أو دخول المدارس المفخخة إنه بحق إعدام جماعي للحياة وتحويل القرى إلى ساحات حرب في قرية ملغمة كان يقولون لا تدخل فيها هذه بينها ملغة وهذه البقعة محل المدرسة في مكان عدن حصلناهم في مكان في خيمة حصلناهم في خيمة عدن جاهزة ما يريد أن يكون هناك أي حاجة وهنا كذلك في المكان الثاني في قرية ثانية ملغة ومشينا من شجر فيها ملغة ما نحن أدرينا من أن نمشي ما معي لطريق واحدة كان يقولون أن يمشي منه السؤال المعتاد هل وجدت أمريكا وإسرائيل شعارات الحوثي الزائفة يكشفها الأسرى ويؤكدون أنها شعارات تتخذ منها الميليشيات الحوثية آليات لتحويل الأطفال والشباب إلى مشاريع قتله وإفراغ عقولهم ليس إلا أسير آخر يصف الخوف الذي ينتابهم في جبهات الموت الحوثية ومدر تياحه بعدما تخلص من بش الحوثيين وإجبار كل من ينضم إليهم على خوض معارك عباثية من يوم أسيرت مع الجيش الوطني الحمد لله أننا بصلت عندهم ذا الحين آمن لا عاد في خوفي ولا عاد في شي مرتاح ذا الحين أحسن ما كنت معه الحوثي بأكثر لأن الجبهة كان خوف خوف ومحن لي خوف تواصل الميليشيات بوتيرة مرتفعة مشروعها لتفخيخ مستقبل أجيال اليمن وتتخذ من عمليات الشحن والتعبئة الطائفية التي تستهتف عقول الأطفال والشباب كتعويض للنزيف المستمر في صفوفها بعدما فشلت في تحقيق أي انتصار على خضود التمس المزيد من التفاصيل عما يجري في محافظة التحجة وبالتحديد في حرض ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس شعبة العلاقات العامة في المنطقة العسكرية الخامسة متعب الجبلي أخ متعب ربما عملية عسكرية واسعة في مدينة حرض ومديرية حرض ما جديد هذه العملية بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليكم لنستعلك بالخير أخي الكريم وعلى المتابعين الكرام وننوه على أنه تم انسلاك عملية عسكرية في بداية الأسبوع الماضي هذه العملية تشمل يعني تشمل مدينة حرض أو نحوال حرض من عدة اتجاهات من ناحية الغرب ومن ناحية الجنوب وهناك لدينا قوات مراببة من الجهات الشمال تكمن أهمية مدينة حرض على أنها تحتي على أهم ميناء بري أو منفذ بري مع المملكة العربية السعودية الذي يمر عبره ألف المغتربين والمشاهرين تحاول بقوة هذه الميليشيات أن تظل متواجدة في هذه المدينة وفي هذا المطاق الجغرافي لأهميتها الاقتصادية من ناحية ولأهميتها العسكرية من ناحية أخرى بينما نحن كجيش وطني نحاول بكتب الإستطاع أنه نتقدم مديريات ومديرية المدينة فهذه تعتبر المديرية الرابعة التي تطعها أقدام قوات الجيش الوطني في محافظة حجة هناك مقاومة كبيرة من الميليشيات الحوثية من ناحية الشرق من شرق مدينة حرص وهناك انتشار خفيف في شمال المدينة وبالتالي هم الآن تحت ضربات الجيش الوطني لأن يكون بقاءهم كثيرا في هذه المدينة بإذن الله إذا لم يتم تحرير المدينة بعد تم تحرير الأجزاء الغربية من المدينة والأجزاء الجنوبية تبكى وسط المدينة والأجزاء الشرقية نحن نشبه محافظين للمدينة من عدة اتجاهات لديهم منفذ وحيد وهو يمتمر عبره قوى الدعم للميليشيات وهو يعني تحت ضربات الطيران ويأتي عبر شرق يأتي من شرق المدينة وهو الآن تحت يعني هناك سيطة راشف نارية على المدينة إن شاء الله خلال الساعة القادمة يتم إعلان تحرير المدينة بشكل كامل الهدف من هذه العملية الواسعة التي وصفت أنت هو تحرير مدينة حرض أم ستستمر لا ستستمر إن شاء الله إلى ما بعد حرض هناك القوات الآن في جزء أجزاء كبيرة من مدينة عبس التي تعتبر أكبر مدينة مأهولة بالسكان من ناحية الجنوب هناك تقدم القوات في مدينة مستبع من جهة الغرب وهناك الآن المعارك تدور في مدينة حرض الآن تستطيع القول أنه تم تحرير مدينة مدينة ميدي بالكامل ثم مدينة حيران بالكامل ثم ثمانين في المئة من مدينة حرض وأجزاء كبيرة من مدينة عبس وأجزاء لا بأس بها من مدينة مستبع خمس مديريات الآن تشملها العملية العسكرية في محافظة حجة نائب رئيس شعبة العلاقات العامة في المنطقة العسكرية الخامسة متعب الجبل شكرا جزيلا لك استنكر لقاء موسى لمشايخ منطقة الحجرية في محافظة تعز سحب قوات عسكرية من مسرح العمليات في مدينة تعز التي تشهد مواجهات مع ميليشيات الحوثي وإرسالها إلى الكلائب والبيرين والتربة بالحجرية وأكدوا رفضهم لمظاهر الانفلات الأمنية الذي تشهده مدينة تعز وأحداث القتل وأعمال العصابات في المدينة وحذروا من استغلال بعض القوى والجهات للأحداث والمشاكل في تعز ومحاولة توظيفها لأهداف ضيقة تضر بالأمن والسكينة العامة منعت ميليشيات الحوثي إقامة ندوة في جامعة دمار بمناسبة مرور 37 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي العام مصادر محلية ذكرت أن ميليشيات الحوثي منعت قيادات مؤتمرية ووزراء وأكاديميين من إقامة ندوة فكرية وسياسية كان المقرر إقامتها اليوم في جامعة دمار احتفاءا بالذكرى 37 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وأضافت المصادر أن فرع المؤتمر الشعبي العام في دمار والقيادات المؤتمرية نسقوا منذ وقت مبكر مع الميليشيات لإقامة الندوة في قاعة فلسطين بعد تأجيل الميليشيات لعقدها إلا أن المؤتمرين والأكاديميين والمشاركين تفاجأوا صباح اليوم بإغلاق الميليشيات لبوابات الجامعة ومنعهم الدخول إليها أو إقامة الندوة فيها يأتي ذلك في ظل التفاعل الشعبي والجماهيري الكبير المحب للمؤتمر ووفاء لرئيسه المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح اختطفت الميليشيات الحوثية ناجر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة مئتين وواحد مديرية الحدى محافظة الدمار الشيخ أحمد حسين العزيزي مصادر مؤتمرية أفادت أن الميليشيات اختطفت حسين أحمد العزيزي الطالب في المستوى الثاني في كلية الشريعة والقانون جامع الدمار من أمام منزله أثناء ذهابه لأداء الامتحانات واقتادته إلى جهة مجهولة وطالبت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في ذمار الجهات المسؤولة والسلطة المحلية والأمنية في ذمار بالإفراج عن الطالب حسين أحمد العزيزي وأحملتهم مسؤولية سلامته وفي اب تواصل ميليشيات الحوثي إرغام المواطنين في مديريات المحافظة الواقعة تحت صيدرتها على الانتحاق بدوراتها الطائفية تحت تهديد السلاح مصدر قبلي ذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية داهمت قرى في مخلاف العود وأجبرت أبناءها على الانتحاق بدوراتها الطائفية التي تقيمها في مدينة إب وأضاف أن الميليشيات تقوم باختطاف المعترضين والرافضين حضور تلك الدورات بتهم جاهزة على الرغم من دعم ومساندة ما تسميها العدوان وأمريكا أو بزعم دعم ومساندة ما تسميها الميليشيات العدوان الأمريكي وحضر المصدر أبناء المناطق من الاستسلام للسياسة الميليشيات وإرهابها نظرا لتداعيات الخطيرة التي سيجنون شرها المصدر ذاته أشار إلى أن الميليشيات الحوثية منذ توقولها في العود تمارس سياسة التركيع والإدلال والنهب للممتلكات الخاصة وفرض الجبايات على المواطنين تحت مسميات عدة تتابعون في النشرة أيضا مستشفى بيحان جهود دؤوبة رغم النقص الحاد في الكادر والأدوية والمستلزمات الطبية نؤكد أننا هنا في الساحل الغربي لا نريد أن ننجر إلى قتال جانب ولن نعود إلى الوراء ولن نذهب لتحرير المحرار هذه رسالة واضحة يفهمها الكادر والجانب نحن وقوتنا في العمالقة وفي المقاورة السلامية معروف أين هو هدفنا وإن هي بوصلة الحديث كتال الحوث والحديث من قاعد ما قاعد ما ولو طالت بخل موسيقى لم تكتفي الميليشيات الحوثية بما ألحقته من دمار في البنى التحتية في اتهامة فعملت إلى تدمير شبابها من خلال إجبار الأهالي على تسليم أبنائهم لمعسكرات تدريبية حوثية تمهيدا لإلحاقهم بجبهات القتال قصرا لم تكتفي ميليشيات الحوثي بتغيير جغرافية المحافظات اليمنية وتغيير نمط الحياة فيها بهدوئها وسكنتها فاليوم تمارس نوعا آخر من السلوك العدواني تمثل في عسكرة المدن والتحويل شبابها ليكون حطبا لمعاركها العبثية أبناء تهامة أصحاب البشرة السمراء والقلوب البيضاء باتوا اليوم هدفا لمدهامات ميليشيات الحوثي وتجنيدهم بالقوة بعد فشل الميليشيات في استقطاب مزيد من المقاتلين من أبناء القبائل قبل أن تحول الميليشيات تهامة إلى ساحة للخراب والدمار وتعبث في جغرافيتها وتدمر كثير من المرافق الخدمية والصناعية فيها كان شباب تهامة في مزارعهم وحقولهم ومراكبهم في البحر يبحثون عن لقمة عاش شريفة لكن صورة أخرى بدأت اليوم تظهر في تهامة مستغلة إما حالة عوز أو إجبار لأرباب الأسر واقتيادهم إلى محارق الموت اليومية في جبهة السحل الغربي مصادر إعلامية تقول أن أحد المشرفين ويدعى أبو أحمد دهم منازل في مدينة الزبيت جنوب الحديدة وأخذ عدد من شباب المدينة إلى معسكرات تدريب قريبة من مناطق التماس مع القوات المشتركة وتنفذ قيادات الميليشيات حملات يومية واسعة في بعض مديريات تهامة تقوم خلالها بإجبار الأهالي على تسليم أبنائها لمعسكرات تدريب حوثية تمهيدا لإلحاقهم بجبهات القتال قصرا كثير من أرباب الأسر لا يعلمون أين أبنائهم المختطفون إلا من خلال عودتهم في توابيت الموت فالحملات الحوثية تتجاوز كل الأخلاقيات الإنسانية للزج بالشباب في جبهة القتال فيما تحتفظ بأولادها في أرقى المدارس الخاصة والمواقع الوظيفية غير آبهين بفقدان هذه الأسر لعز أبنائها أصوات بدأت تتعالى في تهامة لرفض هذا العبث الحوثي بالرغم من الحملات اليومية الواسعة في بعض مديريات السهل التهامي أساليب الحوثيين فشلت في بعض مناطق التي لا تزال خاضع لها في تحشيد المزيد من المقاتلين حتى بين صغار السن الذين لجأت لحيال استقطابهم بمنحهم أرقام عسكرية ومرتبات مستغلة سوء الأحوال المعيشية والبطالة المستشرية في اليمن هذه هي الحوثية وهذه هي سلوكها التي حولت اليمن لمقابر جماعية يبدل العاملون في مستشفى مديرية بيحان في محافظة شبوة بقصارى جهدهم لخدمة المرضى في ظل نكس حاد في الكاتر الطبية المتخصص وافتقار شديد للأدوية والمستلزمات الطبية الأطباء يفعلون ما بوسعهم الإسعافات الأولية والعمليات وإنقاذ المصابين هنا في مستشفى مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة الذي تعتمد عليه أكثر من خمس مديريات بالإضافة إلى جبهات البيضاء المشتعلة بما فيه نازحية الحرب الحرب اللعينة التي أشعلتها ميليشية الحوث الإجرامية على اليمنيين أنتجت جملة من المشاكل والتي منها هجرة التوادر الطبية وهذا ما زاد من معاناة المرافق الصحية وهو ما يعانيه مستشفى بيحان من نقص في الكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية كل ما نعانيه هنا في المستشفى من نقص شديد في الكادر عندنا مستشفى بيحان يغطي أكثر من خمس مديريات حوالين مديرية بيحان إلى جانب القبهات البيضاء المشتعلة وفي خط المواجهات مستشفى بيحان هو الوحيد الذي يغطي القرحة والإصابات وجميع الحالات للقبهات المشتعلة مستلزمات المستشفى الطبية أو بعض الأجهزة التي محتاجينها للعمليات أو الأشعة المقطعية المستشفى في حالة صفر منها الآن الكادر يكون أحيانا نصل إلى نصف الشهر ونحن لا نحصل حتى المستلزمات الباقية التي تغطي الشهر نقص الكادر الطبية المتخصص ما هي إلا واحدة من المعاناة التي تواجه مستشفى بيحان فالظروف الاستثنائية المليئة بالألم والخوف قد دفعت الناس جماعات إلى هذا المستشفى الوحيد كما ترؤونهم يملؤون مقاعد الانتظار مما يزيد من حدة المعاناات فمعظم الأجهزة الطبية قد انتهى عمرها الافتراضي منذ أعوام لكن العواز الحاصل في المستشفى وانعدام البدائل والحلول جعل الأطباء يستخدمونها رغم تلافيها بعض الأجهزة حقيقة قديمة من عام 2000 وبعضها من عام 1990 حقيقة نشتغل بها لكن الوضع لا يساعد في بعض الأمور وان شاء الله تصل دعوتنا إلى وزير الصحة في تلبية لنا هذه المطالب الأعداد الهائلة للمرضى ومصاب الحرب تضاعف المعاناات كل يوم في هذا المستشفى منذرة بكارثة صحية تحدق بالسكان في مديرية بيحان فيما الحكومة ووزارة الصحة لم تلتفت إلى هذا المستشفى أو ترفيده بالمستلزمات الطبية والكادر المتخصص رغم مناشدة الأهالي في نقوص يعني قطرحنا بعضها على المحافظة ولكن للأسف لم تلبيه كما بعض الأجهزة للمختبر وهناك المواطنين يعني لازالوا حاسوا بنقص كبير يعني طالبنا أكثر من جهة وأكثر من أماكن معينة لكن لم نجد توفير أي شيء بخطى مثقلة بالجراح يسير الوضع الصحي في مديرية بيحان نحو المجهول في ظل صمت حكومي وغياب تام للمنظمات الإنسانية فالمواطنون هنا لا يملكون من أمرهم سوى الدعاء والتضرع لعل الليل ينتهي ويبدى النهار الذي يأملون لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيدي من مديرية بيحان شبوة التالي مجموعة من الأخبار الاقتصادية جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بشأن محلية حيث أهابت اللجنة الاقتصادية بجميع تجار المشتقات النفطية عدم الاستمرار في تمويل الميليشيات الحوثية ودعمها في مصادرة إرادة الدولة على حساب معيشة المواطنين ودعت اللجنة لأمم المتحدة ومبعوثها إلى إلزام الميليشيات بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 ومساعي الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود كما دعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية إلى اتخاذ إجراءات الرقابية والعقابية لرد الميليشيات الحوثية المتسببة في أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني في البلاد سجلت كهرباء عدن أعلى نسبة أحمال خلال العام الحالي بلغت 500 ميجاوات ليرتفع معها معدل انقضاع التيل الكهربائي جراء تفاقم العجز والطلب المرتفع للطاقة نتيجة الحر الذي تشهده مدينة عدن في فصل الصيف يتزامن ذلك مع نفد كمية الوقود من مادة المازوت والديزل ما يزيد من مخاوف خروج محطات التوليد عن الخدمة بشكل كلي نهاية الأسبوع المقبل في حال عدم تزويدها بالوقود بأسرع وقت ممكن أعلن الشركة النفط اليمنية أصول كمية كبيرة من مادة البنزين إلى جميع محطاتها بمحافظة شبوة وبالسعر المحدد 3800 ريال للدبة العشرين لترا وقال مصدر بفرع الشركة إن كمية كبيرة من مادة الديزل ستصل إلى محطات الشركة والمحطات التجارية بسعر 6100 ريال للدبة العشرين لترا ارتفعت الإرادات المحلي والمشتركة في محافظة تعز خلال نصف الأول من العام الحالي إلى 929 مليون ريال وطالب مكتب المالي في تعز بضرورة العمل على تحسين موارد الإرادية ومعالجة الاختلالات التي تشهدها الأوعية الإرادية وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة وأخيرا دشن وزير النفط العراقية لعمل في مشروع مجمع تسهيل الغاز الطبيعي بمحافظة البصرة بهدف تعزيز قدرة شركة غاز البصرة من استثمار بنسبة 40% من إنتاج الغاز في حق الأرضاوي وصولا إلى رفع معدلات الإنتاج إلى مليار و400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من جميع الحقوق المستثمرة ويعد هذا من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الإنتاج الوطني من الغاز لرفض الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية في تعز مبادرة شبابية لحل قضايا كثيرة تعيق تحقيق السلام المجتمعي من خلال رسومات جدارية في شوارع تعز تناولت قضايا حصار المدينة وظاهرة إطلاق النار في العراس وتجنيد الأطفال هكذا حل السلام في شوارع مديريات القاهرة وصالة والمضفر بمحافظة تعز مجموعة من الرسومات المعبرة والهادفة إلى نشر السلام في اليمن لشباب حملوا على آتقهم مهمة البحث عن السلام لبلد أنهكته الحرب ودمرته الميليشيات رفعوا شعار رسالة سلام من خلال الريشة والألوان الرسومات نفذتها مبادرة بأيدينا للتنمية وذلك ضمن مشروع تحسين آليات بنى السلام المجتمعي في اليمن تأتي السياق فكرة عمل قداريات في محافظة تعز السلام المجتمعي في المحافظة في ظل الأوضاع الراهنة والاختتال الحاصل وهذه الرسومات تأتي لتعزيز ثقافة السلام ونبدأ الكراهية ونبدأ الاقتتال ونبدأ العنف في هذا الوسط الحالم هذا الوسط الذي يبحث عن السلام الدائم في هذه المحافظة رئيس مبادرة بأيدينا أكدت النتاز وعاني من قضايا كثيرة تعيقوا تحقيق السلام المجتمعي مشيرة إلى أن تنفيذ الرسومات الجدارية بمديرية المضفر هو امتداد للمشروع الذي تقيمه المبادرة بالشراكة مع منظمة شباب بلا حدود للتنمية لافتة إلى أن بأيدينا تسعة من خلال مشروع رسالة سلام والمتمثل برسومات جدارية ومتنقلة إلى تناول وإثارة قضايا حصار تاز وظاهرة إطلاق النار في العراس وتجنيد الأطفال والتي تعاني منها المدينة يهدف المشروع إلى تعزيز رسالة السلام في المجتمع من خلال الرسم وحيث أننا قمنا بأنشطات رسوم جدارية في ثلاث مديريات صالة والمضفر والقاهرة بمعدل سبع رسومات في كل مديرية أيضا لدينا أنشطاء أخرى من خلال الرسم وطباع الأكواب وعلى تقويم سنويا وسوف يتم توزيعه في الثلاث المديريات يأتي هذا المشروع هدفنا أننا نبدأ العنف القائم حاليا في البلاد الجهات الرسمية وعقال الحارات وشخصيات الاجتماعية والمواطنين في المديريات الثلاث عبروا عن شكرهم وارتياحهم لمثل هذه المبادرات التي تسعى إلى تحقيق السلام في ربوع اليمن الجدير بالذكر أن مشروع رسالة سلام يأتي ضمن مشروع تحسين آلية بناء السلام المجتمعي في اليمن وهي واحدة من خمسة عشرة مبادرة شبابية في محافظة تعز نشرة انتهت لم يتبقى فيها لا تذكير بالعناوين الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها وانتهاكاتها في الحديدة على مدى تسعة أشهر منذ بدء اتفاق إطلاق النار القوات الحكومية تستعيد مناطق جديدة في باقم صعدة وتفشل هجوما حوثيا في رازح قصف يستهدف مواقع الميليشيات في حرط بحجة وأسرى يكشفون بعضا من الجرائم الحوثية يمكنكم دائما متابعة باتنا الحي عبر موقع قناة اليمن اليوم الظاهر أسفل الشاشة ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك تليجرام ويتيوب إلى اللقاء